الجوالات اللي نشتريها بألاف ريالات بعد سنة سنتين من الاستخدام تبدأ بصير بطيئة استخدامها بصير جداً رائع وفي حل الشركات نفسها لا تريد أن نعرفها دعني أعرفكم على هذا الحل سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحكم فيصل السعر المشكلة كالتالي نشتري جوال بألاف ريالات بعد سنة سنتين من الاستخدام نجد الجوال بصير ثقيل بصير بطيئ وكل ما جاء له تحديث وضعنا هذا التحديث يحتاج التحديث معالجة أكثر فالنتيجة البطارية تفضل بشكل جداً سريع لاحظناها مع شركة أبل بالآيفونات وأيضاً كشف موضوع الآيفونات اللي تم إبطائها عمداً من شركة أبل وبعد تحديث الآي او اس 12 اللي جاء لأجهزة الآيفون عرفنا أنه يمديك تشغل أو تسكر خاصية تفضبيط الجوال مع البطارية على أساس يعطيك أفضل استخدام دعني أبسط سبب المشكلة ما هو؟ عندك المعالج الذي يحتاج قدرة مقدارها سين لماذا؟ سين وصاد هالمعالج يحتاج قدرة مقدارها سين سيأخذها من البطارية لإعطاء الأداء الذي هو صاد حلو؟ فعندنا السين هذه يأخذها من البطارية البطارية بعد 500 دورة شحن اللي مفروض هي سنتين دورات شحن سنتين 500 دورة شحن البطارية كموادها وتصنيعها تدع تضعف فلا يستطيع قدرة سين لأن المعالج يعطيك صاد فما يحدث هنا؟ المعالج نفسه يأخذ نصف سين من البطارية ويعطيك نصف صاد هذا الشيء الذي سيحدث وهذا الشيء المفروض سيضبط مع باقي الجوالات وهذا الشيء المتعارف عليه او لديك حل اللي هو شيء للبطارية التي أخذت 500 دورة شحن وضع بدالها بطارية جديدة ونفذت ماكينة الجوال فصارت البطارية الجديدة تعطي الطاقة لمقدارها سين لإعطاء كفاءة هصاد خلاص انحلت الأمور هذا الشيء الشركات التي لا نريد أن أتوهد عليه وهذا الشيء الذي رأيناه مع شركة أبل صار في عام 2018 عندما اهد عشر مليون عملية تغيير بطارية لا يوجد بسيطة أبداً رقم كبير جداً هذا الرقم أثر على مبيعاتهم نفس المبيعات تأثرت لأنهم لم يباعوا جوالات إلا تغيير بطاريات بشكل جداً كبير عشر أضعاف الرقم المعتاد الحل بسيط غيرت بطارية الجوال جديدة تغيير البطارية يكلفك حوالي 200 ريال شراء جوال جديد 2000 وفوق بالذات لتتكلم على جوالات الآيفون 3000 وفوق فهنا نأتي للحل الذي تكلمنا عليه تغيير البطارية تغيير البطارية تزيد قيمة بسيطة جداً من القيمة الكاملة للجوال ويعطيك في المقابل أداء أفضل وعمر أكثر لنفس الجوال الموجود عندك فكرة ممتازة مفروض الفكرة أن كل الناس تعرفها وتبدأ تطبيقها ويصير الخيار الموجود عند الناس يا أشتري جوال جديد يا أبدل البطارية وجدت أن شكل الجوال وأداء الجوال أصلاً معاجبني ودي بالتغيير أخذ لك جوال جديد وجدت أنه أنا مفارقة معي والجوال اللي معي جداً ممتاز وأداءه جيداً وأصلاً ما أدخل فيه قروش تبديل البيانات والواتساب وتغييره وجيب وعمل خلاص بدل البطارية وامورك تماماً هذا هو الحل للشركات التي لا تريد أن أعرف فعندما تأتي الشركات المستقبلاً المفروض أن يصبحوا يعطوك الجوال ويقولون لك مع الأربع ألاف ريال التي تدفع قيمة هذا الجوال سنعطيك تغييرين للبطارية على أقل الأحوال تغيير واحد البطارية بعد سنتين والشركات ستتنافس أكثر على الخدمات التي تقدم لناها خلال فترة امتلاكنا لنفس الجوال ستكون الشركات أيضاً تحرص أن يكون هناك أشياء متبادلة بيننا وبينهم خلال فترة الاستخدام سواء اشتراكات في نوع ما من الخدمات سواء أشياء إضافية قاعدين يعطونا على أساس أننا نستمر في التعامل معهم لا يصبح جوال كل سنة بدلناه وغيرنا من شركة لشركة ثانية الشركة تستحوذ علينا بشكل كامل أن نقعد معها أكثر وقت مثل اشتراك القنوات الفضائية أنت تقعد مع القنوات إذا ما دام أنت تتفرج على محتواهم كل شهر ستدفع اشتراك نفس الشيء سيحدث مع شركات الجوال وهذا الشيء المفروض سيستمروا فيه أرباح أكثر ويستمروا في الربح لأن لو استمر الرتم على الشيء الذي نحن فيه الحين سيتشبع السوق أكثر وأكثر بالجوالات وتصبح نسبة الناس الذين يشتروا أجهزة جديدة جداً ضئيلة لأن الكاميرات طورت بشكل خرافي معالجات طورت بشكل خرافي الشاشات طورت بشكل جداً مجنون فكل هذه الأشياء طورت وماذا الشيء الجديد الذي سيقدمه شركات الجوال؟ غير يقولونك اشترك في خدماتنا وسنبدل لك بطارية ونعطيك هذا الجهاز الذي يستمر معك على طول فكرة ممتازة ولازم الكل يعرف عنها وعرفون أن شركة أبل لديهم نظام استبدال البطارية وعلى نفسي أخذت عهد أن الشركات الباقية أجب لكم طريقة ونفس الأسلوب الذي يتبعونه في استبدال البطارية لكي يكون لديكم كامل العلم فدائماً اشتركوا معنا في القناة وكل واحد من الصانعين قاعد أتكلم معهم بإذن الله أجيب لكم الطريقة لإستبدال البطارية سأستوفروا فلوس هذا حقكم صح الشركات تزعل مني ولكن هذا حقكم نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفركم وأتوب إليك لا تنسى اعجاب هذا الفيديو إذا عجبك المحتوى وشاركه مع الناس يكفي قاعدين نشتري جوالات كل سنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر